هلع ينتاب العالم بسبب جدر القرود هل تستطيع دول الخليج مواجهته؟ إليكم التفاصيل يواصل مرض جدر القردة نشر الهلع بين دول العالم بعد ارتفاع إصاباته في عديد من الدول الأفريقية ما يثير التساؤل حول موقف دول الخليج من المرض والتصدي له يأتي ازدياد الخوف من المرض بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لأربعاء 14 أغسطس الجاري حالة طوارئ عالمية مع تفشي سلالة جديدة من فيروس أمبوكس المسبب لمرض جدر القردة في أفريقيا وانتشاره بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة ما هو مرض جدر القردة؟ جدر القردة هو مرض يسببه فيروس حيواني المصدر مما يعني أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر كما أنه ينتشر أيضا بين الأشخاص كيف ينتقل هذا المرض؟ ينتقل فيروس جدر القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية من خلال التلامس المباشر مع الدم وسوائل الجسم والآفات الجلدية أو المخاطبة للحيوان المصاب أو تناول اللحوم غير المطبوخة بشكل كافي من حيوان مصاب ثانيا الاتصال الجسدي الوفيق مع شخص تظهر عليه الأعراض قد طفح الجلدي وسوائل الجسم مثل السوائل أو القيح أو الدم من الآفات الجلدية ينتشر من إمرأة حامل إلى الجنين أو من والد مصاب إلى طفل أثناء الولادة أو بعدها عن طريق ملامسة الجلد بالجلد إذن ما أعراض هذا الوباء؟ أولا الحمى، آلام العضلات، آلام الظهر، الصداع، تضخم الغدد اللنفاوية، الطفح الجلدي الذي يبدأ من واحد إلى ثلاث أيام من الحمى تستمر الأعراض عادة بين أسبوعين إلى أربع أسابيع وتختفي من طلقاء نفسها دون علاج إذا كنت تعتقد أن لديك أعراض قد تكون لجلد القردة، اطلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واخبرهم إذا كنت على اتصال وثيق بشخص اشتبه في وجود جدر القردة أو أكده ولكن، هل اللقاحات كافية؟ ما زال لقاح جدر القرود غير منتشر حالياً حيث جرى حديثاً اعتماد لقاحات لمكافحة المرض لكن من الصعب تغطية الاحتياجات الحالية في أفريقيا حيث ينتشر وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا هناك حاجة إلى 10 ملايين جرعة وهذا الرقم يصعب توفيره إذ أن المناخ حالياً بحدود 200 ألف جرعة فقط أما خليجياً، فما الإجراءات المبكرة التي قامت بها دول الخليج لإحتواء هذا المرض؟ انتشار هذا المرض والتحذيرات العالمية منه يعيد التذكير بفيروس كورونا الذي أحدث أزامات عديدة في العالم وواجهته دول الخليج بخطط عديدة وأثبتت نجاحها في تخطيه على الرغم من تسببه بوفيات عدة فصحيح أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بجدر القروض بعد قامت دول الخليج بالعديد من الإجراءات الاستباقية فمثلاً في المملكة العربية السعودية وهي التي لم تسجل أي إصابات بعد ولكنها وفرت قدرات تتمكن من كشف الحالات المصابة الإمارات دعت إلى التقصي الوبائي عن المرض والإبلاغ عن حالات الاجتباه عبر النظام الإلكتروني الخاص في البحرين دعا برلمانيون إلى تفعيل قائمة دول الحمراء وتشتيد الإجراءات الوقائية والتعامل بحزم للمنع من انتشاره الكويت لم تسجل أي إصابات وهي تتابع التطورات عن كثب إذن دول الخليج التي توفر أفضل وأحدث البنى التحتية الصحية وطرق العلاج والوقاية لسكانها تؤكد باستمرار قدراتها على مواجهة الفيروسات والأمراض الطارئة من خلال خطط صارمة وخلال العام الماضي رصد جدر القروض في الإمارات والسعودية وقطر وقالت السلطات الصحية بالدول الثلاث حينها أنها اتخذت التدابير اللازمة كافة للبحث والتقصي وبحث المخالطين ولمنع انتشاره ونجحت في ذلك ما صبق ذكره يؤكد مهارة وقدرة دول الخليج في اتخاذ الإجراءات لمنع انتشار الأوبئة داخل مجتمعاتها وتقليل أضرارها إلى أدنى مستوى في حال تحولت هذه الأوبئة إلى أمراض خطيرة تتفش عالميا مثل ما حدث خلال تفشي كورونا كل ذلك يشير إلى أن دول الخليج ستكون مستعدة في حال تفشي سلالة من فيروس أمبوكس المسبب لمرض جدر القردة